اشتركوا في القناة وممثلين كل حاجة وبيعرض قدامهم الخطة التنموية بتاعت سينة ما بين ما تم عمله وما بين الخطة القادمة بإذن الله لحد عشرين تلاتين أنا عايز أسمع من الرجل المتخصص العالم بهذه الأمور تشوف الخطة اللي بتحصل في سينة دي تودي الفين في الأول طبعا سينة مش مجرد إن هي أرض أو مكان أو جغرافيا أو إن هي فرصة للاستثمار أو هي مجرد قطعة من مصر لا هي غالية علينا كلنا وزي ما النهاردة دولة رئيس الوزراء أشار إن كل رملة في أرض مصر غالية على مصر وعلى المصريين ولكن سينة لها طبيعة خاصة وزي ما كان بيقول أستاذنا الدكتور جمال حمدان الوادي والدل تتروب مياه النيل أرض سيناء تروب بدماء المصريين على مر التاريخ دي أرض مروية بالدم صح؟ فغالية علينا قوي اللي بيحصل فيها ما حصلش في تاريخها يمكن كل الناس بتقارن العشر سنين الأخرى اللي في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما شاهدته سيناء شمالا وجنوبا من تنمية اللي يقرأ التاريخ كويس هو مش مقارنة بتلاتين أو أربعين أو مئة سنة لم يحدث تنمية في هذه المنطقة في مدار تاريخ مصر لأنها دائما كانت بينظر إليها إنها منطقة صحراوية إن هي مجرد تجمعات بسيطة بدوية حول أبار المياه ومصادرها وهي شريط ساحلي هو الطريق اللي بيربط دائما وكان بوابة مصر الشرقية من المنطقة الأخرى وهي الشام والجزيرة العربية كل الوافدين على مصر سواء كانوا غزاء فاتحيين تجار بيمروا حتى للوطن الآخر في غرب القرى الإفريقية وكل المنطقة دي بيمروا من سيناء ومن هذا الطريق أيضا شهدت هذه المنطقة رحلة العائلة المقدسة فكان لها قدسية خاصة وقبل كده هي الأرض الوحيدة اللي في كل الأديان تجلى عليها المولى عز وجل وربنا تجلى على هذه الأرض في جبل موسى في منطقة جنوب سيناء إذن إحنا بنتكلم عن منطقة لها أهمية خاصة جدا وليست كأي مكان آخر في أطمع في هذه الأرض وهذه المنطقة على مر العصور فيها أطمع الكل بينظر إليها أن هي البوابة الشرقية للقرى الإفريقية وليس لجمهورية مصر العربية اللي يدخل سيناء ويقدر يكون موجود فيها هو تحكم في بوابة القرى بالكامل التي تربطها باليابسة الأخرى وهي قرى أسي ما حدث فيها من تنمية ليه ما كانش بيحصل قبل كده في علم الاقتصاد والاستثمار أي مصروف على التنمية حضرتك هتصرف النهاردة مليار جنيه في شكل طريق أو شكل محطة للمياه أو الصرف المرضود والعائد الاقتصادي بيبقى محسوب حسب العدد السكان اللي هيخدمهم هذا المشروع معدل إنتاجهم اللي هيبقى هو العائد على الاستثمار هيكون كام ويرجع للمصروف في كام سنة دائما بكل الحسابات عدد سكان بسيط جدا مساحات كبيرة مترمية الأطراف عشان أوصل من منطقة حضرية إلى منطقة أخرى فكنت بلاقي المصروف دائما كبير جدا على العائد منه يعني نبسط شوية للمشاهد النهاردة أنا عندي 60 ألف كيلو متر مربع مساحة شبه جزيرة سيناء بيسكنها حاليا في حدود مليون وربعمائة ألف مواطن مصري سيناوي في الشمال وفي الجنوب وتقريبا عشان الأرقام تبقى بسيطة المساحات شمال سيناء قد جنوب سيناء تلاتين ألف في الشمال تلاتين ألف في الجنوب عدد السكان تقريبا برضو النص في الشمال والنص في الجنوب أو الجنوب بيزيد شوية إذن لو أنا بعمل طريق طوله ربعمائة كيلو متر مربع عشان أربط من عند برسعيد لحد العريش أو لحد رفح أو أنزل جنوبا من عند السويس وأعدي وأربط بشرم الشيخ والطور والمنطقة اللي في الشرق الطرق حجم الإنفاق عليها ضخم جدا هيخدم في الآخر كم مواطن عدد بسيط طيب إيه المشروعات اللي ممكن تقوم على هذا الطريق يبقى محور للتنمية ما كانتش المشروعات بتكون ذات جدوى اقتصادية في حينه فكان دايما الدولة تحجم عن إنها تستسمر وتنمي هذه الأرض المهمة جدا وبرضو أنا بقول دا ليه الناس دايما تقول طب ليه محدش عمل تعمير وتنمية في سيناء إحنا دولة مواردها ضعيفة اقتصادنا دائما منذ خرجنا من تحرير أرضنا في 73 مرورا بما تم من معاهدات السلام إلى إن استردنا كامل أرضنا في التمانينات ورفعنا العالم المصري على طابة وكانت آخر نقطة ما كانش عندنا الفرصة بإمكانياتنا المحدودة إن احنا ناخد جزء من هذه الأموال نستسمرها في هذه الأرض لقلة عدد سكانها وأيضا لعدم الجدوى الاقتصادية السريعة يجي حد عنده بقى نظرة وهنا مش بنمجد ونشكر فخامة السيد الرئيس مجرد كلام لا احنا بنقول بالأسباب وبالتاريخ وبما حدث واللي الناس شايفاه بنحل الواقع واقع وبالأرقام دي منطقة لم يستثمر فيها على مدار خمسين سنة بعد ما استردناها أكثر من خمسين لستين مليار جنيه مصري كنا مجرد الحاجة الضرورة إننا نعمل واحدة صحية أطور مستشفى في مدينة ما فقط يجي صاحب هذه الرؤية يشوف إن المنطقة دي في أحداث 2011 ظهر جليا إنها مستهدفة إن الإرهاب جاي وعينوا على المنطقة دي عايز يسيطر على ده مين وراء الإرهاب بدأنا نشوف في الأحداث الأخيرة في كينات محتلة في المنطقة وفي الإقليم عينها على سينة وواضح جدا للجميع الآن إن عينهم على هذه المنطقة فلازم نعمل تعمير فبقى في يد بتحارب الإرهاب وفي نفس الوقت وده اللي وضحه دولة رئيس الوزراء لم ننتظر حتى نقضي على هذا الإرهاب بدأت التنمية والتعمير بدأنا بأنفاء قناة السويس لازم نربط الأرض دي طبعا عملنا الأنفاق الأنفاق كان لها برضو فلسفة تاني دائما الربط كان في نقطة واحدة من السويس نعبر نفق المشير أحمد حمدي إلى جنوب سيناء ومنها إلى الوسط والشمال وكان كبر السلام وكبر الفردان كله في منطقة قريبة من هذه المنطقة إحنا جينا عملنا أنفاق في بروسعيد أنفاق في الإسماعيلية نفاق جديد الشهيد أحمد حمدي 2 في السويس إذن ربطنا على طول قناة السويس بسيناء إذن من يريد أن يعبر إلى الشمال يعبر إلى الشمال مباشرة يقلل الوقت يقلل استهلاك الوقود علشان النقل ده برضو اقتصاديات النقل في المشروعات بدأت مشروعات أخرى ما كانتش حد يحلم بيها وهي ميناء العريش معنى أن عندي ميناء بهذا الحجم ميناء العريش طول عمره ميناء صغير جدا للصيد ولما كانت في فكرة في عهد الرئيس مبارك لتطوير هذا الميناء كان ميناء يخوت عشان نستغل هذه المنطقة سياحيا لا إحنا النهاردة بنعمله ميناء تجاري من الموانئ زي الطابع الخاص اللي بتقدر تستقبل حويات وتستقبل بلق والناس اللي فهم في اللوجستيك والموانئ تقدر تستقبل كمان موانئ صبق يعني أقدر أدخل عليها خمات أدخل خردة طيب هذه المنطقة فيها ثلاث صناعات كبرى عندي صناعة الأسمنت ومواد البنى في ثلاث مصانع ولشركات عالمية ولشركة مصرية وطنية عندي صناعة أرقى أنواع الجبس الخام في العالم الرمال البيضاء كلها في هذه المنطقة في شمال سيناء وفي سهل وادي العريش يأتي أيضا فحم المغارة هذا المشروع اللي اتنسى بدأ في الستينات مع الرئيس جمال عبد الناصر ثم أغلق ب67 ولما قعدنا افتتاحه في الثمانينات لقينا الجدوى الاقتصادية ليه غير مجدية يحتاج معدات كبيرة فيه احتياطي ضخم ولكنه على أعماق بعيدة النهاردة مع ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول أصبح من الأهمية بمكان لذلك الدولة وجهت منذ ثلاث سنوات بدراسة وإنشاء مشروع ضخم لتنمية منجم فحم المغارة يبقى دي منطقة صناعات تعدينية وصناعات مواد بناء ننتنقل بعد كده فين المواطن السينوي المواطن اللي عايش هناك تتعامل أكبر نقلة حضارية للست مدن أو الست مراكز في محافظة شمال سيناء أنا زرت المحافظة على مدار العشر خمستاشر سنة اللي فاتت وشفت ما تم فيها من تطوير شيء فعلا غير مسبوك أنت بتدخل مدينة العريش أو مدينة الحسن أو الشيخ زويد كل المناطق دي بتشوف نقلة غير طبيعية في النقل في المياه في الصرف أيضا في المرافق العامة يعني أأسام الشرطة وشكلها الخدمات الحكومية أنك تقدر تدخل مبنى للسجل المدني للشهر العقاري كل مناحي الحياة تطورت الصحة كان عندنا طبيب عدد الأطباء 8 أطباء لخدمة 10,000 مواطن في شمال سيناء إلى 2013 بدأ الرئيس بالتوجيه إيه السبب عزوف الأطباء مش عايز يشتغل في محافظات زي شمال سيناء لهينا سكن الأطباء طبيعة المستشفيات وحدثتها المؤدات أفضل نقلة حدثت في مجال الصحة لو قسنا كل محافظات مصر والتنمية في مصر شاملة بالمناسبة يمكن النهاردة هنبن نتكلم عن سيناء لخصوصية الحدث ولكن هو ده حدث في كل 27 محافظة سيناء بقى ما كانتش بتاخد أي حصة من التطوير في السنوات الماضية أصلا عشان أروح أطور مستشفى هتخدم 20 ألف مواطن في مدينة أو مركز أنا عندي نفس المستشفى دي في بنها ولا في طنطة ولا في بنسويف هتخدم 400 ألف و 500 ألف مواطن فكان بالطبيعة صاحب القرار هنا يقول لا أنا حط الاستثمار ده في المكان اللي هيخدم عدد مواطنين أكبر يجي هنا فلسفة القيادة لا أنا عايز المكان ده يبقى جزء من بلدي مرتبط جدا بالوطن فيه كل سبل الحياة عشان أقدر أخلي فيه جذب للمصري اللي عايش في الوادي والدلتة يتحرك ديناك وده هدف على مدار التاريخ محمد علي بدأه بالمناسبة وعمل هو أول حد أنشأ مدرية العريش كان محمد علي وكان فكره أنه ينقل الناس من الزحمة اللي في الوادي وقته كان بيقول عليها ما بالك النهاردة فبدأنا نبقى جهزين لاستقبال مستثمر محلي مستثمر أجنبي مواطن مصري أهل سيناء نفسهم أصبح أنا بقول المحافظتين دول شمال وجنوب سيناء نسبة البطالة في حدود السنتين اللي جايين هتكون صفر بالعكس هم يحتاجوا أيدي عمل ففعلا حجم التنمية اللي هناك ضخم جدا وبالتالي هيستوعب كل الإيد العاملة اللي موجودة في سيناء فيحتاج إيد عاملة زياد من بقية المحافظات الزب يا نهار أبي طيب يمكن أنا فضل دقيقة قول لي كمير أنا سألني مش عايز أروح بالصراحة أنا سامع الكلام وأنا مبسوط حتى تلاقي لي ساكت فضل دقيقة تزودني فيها أقول لحضرتك أزودك حاجة مهمة جدا وهي استدامة التنمية فكرة التنمية في سيناء عموما النهاردة الانتجريشن الربط يعني إيه يعني أنا كنت ممكن أستهدف التنمية في الصناعات التعدينية وأقول عندي ثروات تعدينية وخامات محجرية وأجيب شركات تستثمر في هذا القطاع وفقط وبناء عليها تم بعض الثراء للمقيمين وأهل سيناء لا أنا الفكر المراضي السياحة فيها تنمية الزراعة فيها تنمية ضخمة جدا البنية التحتية الكهرباء والطاقة السكان الأسرة إن أنا أعمل التعليم أول مرة يكون فيه سيناء جامعة كانت جامعة العريش تدبع جامعة قناة السويس فرع فقط النهاردة في عهد الرئيس السيسي أصبحت جامعة مستقلة بكل كلياتها جامعة الملك سلمان في الجنوب فإذا التنمية على كافة المحاور فدي تنمية متكاملة تنمية مستدامة نقدر نتطمن إن ما تم إنفاقه الستمائة مليار جنيه اللي أعلن عنهم دولة رئيس الأزرة واللي هيتصرف زيهم في الخمس سنين القادمة أقدر أجني ثمارهم يعيشوا مصر كلها من خير هذه المنطقة الغالية علينا أنا مش عارف أقول لك إيه ليه؟ لأنه دي من أجمل لا هي أجمل فقرة سمعت فيها بإنصات شديد لحد بيتكلم عن التنمية في سيناء أشكر أنا أتكلمك بأمانة شوف بقى والله بجدل عندما يجتمع العلم دكتور سامير بتاع اقتصاد وبعدين الخبرة بتاع استثمار وبعدين السياسة فلما الثلاث حاجات دول وتاخدهم وهنتكلم على سيناء تسمع الكلام بالطريقة دي أشكرك العلم بجدل أشكرك يا فلن لا بجدل الله يا دكتور أشكرك جدا يا دكتور سامير كل شكر لك من قلبي كل شكر لك دكتور سامير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي تكلمنا على سيناء بتلت زوايا اقتصاد استثمار مهماش بعيد قوي بس فيه فرق والسياسة هنتكلم تاني ده مما لا شك فيه حالا يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم عشرة أما احنا لو كلينا العمر إن شاء الله نكون موجودين معاكم بكرة في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات